بونجو نهاردة ان شاء الله هنحل امتحان من كتاب برافو لولا سنوي المراجعة النهائية تابعونا وارجعنا لكم مرة تانية قبل ما نبدأ في اي حاجة متنسوش لايك للفيديو وشير ولا ما اشتركش في القناة نورنا واشترك ويفعل علامة الجرس واختاروا منها كلمة الكل عشان داي نجيلكوا اشعار بكل جديد بعمله يلا نبدأ في الفيديو بتاعنا على طول يلا بينا دلوقتي احنا في صفحة 74 من كتاب برافو اول حاجة دوكمان وصيقة ما بين مين ومين اختير وكلود بانجو كلاود بانجو اختير فيان اي غوغارد ما شامر تعالى وشوف ايه حجرتي او غرفتي اختير بيول ايه تشامر نيبا رانجي حجرتك مش منظمة او مش مرتبة كلود وي سيغلو بيغو على المكتب اليه ان اوديناتر يوجد ايه كمبيوتر دي ستيلو اقلام اقلام جاف دي سيزو اقلام دي سيزو مقصات دي كاييه كراسات دي ليفغة كتب ايه ان لكتر ام بي 3 ومشاغل ام بيسري اختير بيرود بيول ايه او تيا اين راكات دو تينيس انت عندك راكات للتنس اه اه الراكات يعني راكات كلود بيقوله ويه جامس سبار ايو سي لا ميزيك اه نعم انا بحب هزي الرياضة يعني هو بيحب التنس ايو سي لا ميزيك وكمان الموسيقى اه تعالوا نحل بقى اول حاجة اوني كوت سو ديالوج دون احنا بنسمع هزا الديالوج فين بقى اون كلاس في الفصل ولا اون ميزون في البيت ولا اون لسي مدرسة اون كلوب نادي طبعا نسمع اون ميزون ده كلام ايه في البيت اه نمغود ده كلود ادور جوي كلود بيعشق اه ان هو يلعب بايه وباسكت ولا اوفولي وفوتبول او تينيس طبعا او تينيس اه نمغود ده اه نمغود ده اه نمغود را بوري كوته دولا ميزيك كلاد اه لكي تستمع او تستمع للموسيقى كلاد عندو ايه بقى اين غاكت ولا دي سيزو مقصد ولا دي كايك راسات ولا اون لكتر ام بي تخوا مشاغل ام بي سري طبعا هو نمغود ده نمغود 4 سور لو بيرو دو كلاد اليا على مكتب كلاد بيوجد ايه دي ليفر كتب ولا دي كريون اقلم رصاص اين تخص مقلمة ان ساكا دو شنطة او حقيبة زهر طبعا على المكتب موجود ايه دي ليفر كتب تمام نشوف اللي بعدها جو مابل محمد سامي جي كنزون عندي 15 سنة جو في اوليسي النصر انا بذهب لمدرسة الايه النصر جم لو تينيس انا بحب التينيس اي لو جودو وجل الجودو جو دي تست الباسكت انا بقره الباسكت جي دي كوفان دي تينيس انا عندي اصحاب في التينيس اللي سابل اسمهم ايه بقى علي سامير ايه فادي مراد اه الايتيميد هم هو علي بقى علي ايتيميد علي بيكون خجول ايه دي سات اون عندو 17 سنة فادي ايه انتليجون اي بافار فادي زكي وصرصور بيحب يتكلم كتير ايه دي سويت اون عندو 18 سنة تمام تعالوا نحل الاسئلة مع بعض محمد ايه ايليف بروفسور دكتور مانكين طبعا محمد ايه هو تلميز محمد دي تاست بيقره ايه لو تينيس لو باسكت لو جودو لو فوتبول طبعا لو باسكت علي ايه بافار سرصار ولا تيميد خجول سوسيا بالاجتماع انتليجون زكي طبعا هتبقى تيميد مهو بيه ايه لو بير دو محمد مين هو والد محمد هو ايه سامي لانه اسمه محمد سامي تمام من مهو دي نشوف السؤال اللي بعده صفحة 75 دي مواقف بقى احنا عارفين طبعا النظام الجديد ان احنا بنختار ايه ايجابتين في المواقف تمام طيب فده بس على النظام القديم فهنا هنختار ايجابة واحدة لكن في الامتحان اختاروا ايجابتين انت بتسأل صديقك عن عمره هيقولك انت هتقول ايه نخلي بالنا دايما مين بيقول مين نخلي بالنا مهمة جدا كسك تدي انت هتقول ايه هتقول كمان تو تابل اسمك ايه الى كلاج هو عنده كام سنة كلاج تيا عندك كام سنة كليلة داته جو دوي ما هو تاريخ اليوم طبعا هتبقى نمغو بيه كلاج تيا يعني عندك كام سنة نمغو ديس تودك خي لا تخوس تاتخوس كسك تودي انت بترصف مقلمتك هتقول ايه هي لونها ابيض لا تخوس ايه المقلمة على المقلمة بتكون في الشنطة او في الحقيبة جا ايه انتخوس انا عندي مقلمة لاتخوس اتون فورنيتور سكولار المقلمة هي اداة اداة مدرسية يعني اه طبعا او مستلزمات مدرسية هي احد المستلزمات المدرسية معناها كده طبعا هنا هنختار ايه المدرسية المقلمة اه انت بترصفها يبقى تقول ايه بلونتش هي لونها ايه اه لونها ابيض رقم 11 اه تيا اا كوبان سور انترنت كسك تودين تا عندك صاحب على النت هتقول له ايه جا اا كوبان دو تينيس انا عندي صاحب تينيس ولا اه اللي تحتها جا اا سبير كوبان عندي صديق على النت جا اا كاميرات دو كلاس انا عندي زميل في الفصل جا اا كوبان دو لسي انا عندي صاحب في المدرسة طبعا هنا هنختار نموغو السيل هي جا اا سبير كوبان تمام انا عندي ايه اا سبير كوبان لهو ايه صديق على النت نموغو دوز رقم 12 صاحبك بيكل كتير كسك تودين انت هتقول ايه هو صرصار ولا هو الشريح في الاكل هو اجتماعي هو غبي يبقى طبعا هنختار هو ايه يعني عنده شراهة في الاكل اكل تمام نموغو تخيز تون قامارات تودوماند تون نو كسك تودين صديقك او زميلك بيسألك عن اسمك هتقول له ايه هتقول جاي سيزون ولا اللي تحتها موان سي يوسف ولا اقدم لك نيكولا جابيت الاكسر انا اسكن في الاكسر طبعا هنا يبقى موان سي يوسف تمام نموغو سي تودوماند نموغو كتارز رقم 14 تودوماند اتنا مي سون ادرس كسك تودين يعني انت بتسأل صديقك عن ايه سون ادرس عن عنوانه كسك اللي دي هو هايقول ايه يقولك جابيت دون زن كارتير كالما انا بسكن في حي هادا ولا اللي تحتها جابيت اا بسكن في باري جاي 15 عندي 15 سنة جام باري بحب باريس يبقى طبعا هاتبقى نموغو سي جابيت اا باري اللي بعدو نموغو 15 تودوماند كومان سا كسك تودين سابق بيقولك بيسألك كومان سا طبعا كيف حالك هاتقولو ايه très bien merci ولا دوريان دوريان اللي هو العفو pardon مرسي طبعا très bien مرسي يبقى نموغو السؤال البعدو شوازي لابن غيبان سيختار الإجابة الصحيحة سي ما سر إنها أختي ايه اردني طبعا هي منظمة او مرتبة او يبقى ايه ال هي تكون يبقى ال لاني مرود اتون وازين ديو كارتية هي غارتي في الحي يبقى سي تمام يبقى نموغو سي هتبقى ايه سيتون وازين ديو كارتية إنها غارتي في الحي نموغو ديزويت سامير ايه اه انتليجانت سويانت جوغماند سوسيابلي طبعا هنا كلهم مؤنس اه اخيرهم حرف ال ا فمش هتنفع غير سوسيابلي اللي هي نموغو دي اه طبعا اتوا وانت يبقى نموغو سي اللي بعضو نموغو 20 رقم 20 سي طبعا يبقى سي لپورتابل تمام نموغو بي 21 21 تتابل يبقى كامان تتابل اسمك ايه 22 بقى اي شكل من هنا هنختاره اولا نشوف كده اختي او صحبتي قصدي عندها اقلام اقلام كلمة استيلو دي دي جامع مذكر تمام فبالتالي هنختار ايه الصفة اللي هي جامع مذكر يبقى نموغو سي يبقى ام ام اللي هي ايه نموغو بي لاخيرها او ان ت تمام كده نكوني انتهينا من الفيديو بتاعنا النهاردة ما تنسوش لايك للفيديو وشير واللي ما اشتركش في القناة يشترك ويفعل علامة الجرس واختروا منها كلمة الكل وكمان نضموا للجروب بتاعنا على الفيسبوك وعلى الصفحات بتاعتنا عندي اكتر من صفحة بنشر عليها الفيديوهات كل اللينكات والحاجات دي هتلاقوها في ديسكريبشن تحت الفيديو سهم كده اللي تحت الفيديو ضغطوا عليه هيجيب لكم كل اللينكات بتاعتنا في الاخر اقول لكم سنحن قد في تارتما جزمه усل وبا سنسى وبر기가 ندا فإن ذات تكتر皆さん ماذا سننا ترجمة نانسي قنقر أبدا خريطة